عزنا عزنا راية تشرف هكذا تم إطلاق مبادرة فلسطين مئة مبادرة مستقلة يسعى القائمون عليها إلى إبقاء القضية الفلسطينية حية على الساحتين الإقليمية والدولية القضية الفلسطينية تراجعت في الفترة الأخيرة بشكل كبير لتصبح في أسفل أجندات وسائل الإعلام وصناع القرار لكنني أعتقد أن حضوركم الكبير اليوم هو الجواب على أن فلسطين لا تزال القضية المركزية الحفل استقطب حضورا كبيرا من نخبة الجاليات العربية وكذا بعض البريطانيين كمواطنة بريطانية ليست لدي السلطة في الحكومة البريطانية ولا أنتم لحزب سياسي حاليا أعتدر بنفسي ونيابة عن عائلتي وبالتأكيد مئات الآلاف بل الملايين البريطانيين عما حدث لكم بسببنا توقيع كتاب شهادات على القرن الفلسطيني الأول للكاتب الفلسطيني اليس نصر الله كان افتتاحية لمبادرة فلسطين مئة عام التي ستشهد العديد من الناشطات خلال عام 2017 كتابه هو مجموعة شهادات وثقتها وطلعت كتاب متكامل هو ابتداء من الحرب العالمية الأولى إلى 2015-2016 المبادرة تسعى إلى تسليط الضوء على أبرز المحطات التي مرت بها القضية الفلسطينية خلال القرن الماضي أهمها وعد بالفور الذي يصادف مرور مئة عام على صدوره وتقسيم فلسطين الذي صدر من أروقة الأمم المتحدة قبل سبعة عقود والذي قاد لقيام دولة إسرائيل وما تبيعها من احتلال إسرائيل لأراضي عام 1967 وأول انتفاضة فلسطينية شعبية انطلقت من داخل الأراضي الفلسطينية قبل ثلاثين عاما وكذا الانقسام الفلسطيني الداخلي قبل عقد في اعتقاد أن المطلوب الآن للحكومة البريطانية هي أولا أن تعتذر على هذا الوعد لأنه وعد من لا يملك لمن لا يستحق والأمر الثاني على إصلاح شيء من هذا العطب الرهيب والكارثة التي حلت بالشعب الفلسطيني بالاعتراف بدولة فلسطين المبادرة تتضمن العديد من النشاطات التي سيسعى القائمون عليها لتنفيذها العام المقبل من خلال بناء شراكات مع أفراد ومجموعات داخل الأراضي الفلسطينية وإقليميا وفي الغرب ممن يؤمنون بحق الفلسطينيين بالتحرر وبناء دولتهم المستقلة من لندن سمح حمدان بي بي سي